هذا هو مشروع إعادة إعمال الطريق الدائرية السادس الشرقي الممتدة تحت الأرض ببكين تعد حفارة جينكوا التي تحفر بعنق 50 مترا تحت الأرض إحدى أكبر آلات حفر الأنفاق قيد التشغيل في الصين والآن تتقدم بسرعة ثابتة تبلغ حوالي 20 مترا يوميا دوليا تتمثل معيير تشغيل آلات حفر الأنفاق في أن لا تتجاوز نسبة هبوط سطح الأرض 30 ملي مترا بينما لا تتجاوز نسبة الرفع 10 ملي مترا وترتفع دقة التحكم في آلات حفر الأنفاق الصينية كثيرا عن المعايير الدولية أصبحت أكثر من 90% من آلات الحفر المستخدمة حاليا في مشاريع الأنفاق في الصين مصنوعة محليا وعالميا تقترب حصة آلات الحفر الصينية في السوق من 70% حيث تحتوي الحفارة الواحدة على عشرات الآلاف من الأجزاء والملحقات وتتضمن سلسلة التصنيع العديد من المجالات الصناعية فهي تتسم بحجمها الضخم وتقنياتها الضقيقة المتطورة لذا تتطلب عنظمة تحكم متكاملة قوية في عام 1997 استوردت الصين حفارين ألمانيين لأول مرة من أجل بناء نفقة شين لينغ لخط سكة حاليد شيئان آنكانغ يعتمد تشغيل هذين الحفارين على تحسين الكفاءة كما يوفران أيضا معايير سلامة عالية أثناء عملية البناء لكن بينما يتمتعان بمعايير سلامة وكفاءة مرتفعة يتعين على الصينيين قبول تكاليف المعدات الباهظة وكذلك خدمة ما بعد البيع غير السلسة قبل عام 2006 استبردت الصين أكثر من 130 آلة حفر الأنفاق من الخارج ما كلفها عشرات المليارات ولكنها خضعت للتقييد في كل مكان في مواجهة المتطلبات الملحة والمتزايدة للبناء وفي عام 2002 أدرج عدد من عمليات بحث وتطوير الآلات والمعدات الهندسية بما في ذلك آلات حفر الأنفاق دن خطة تطوير التكنولوجيا العالية الحكومية برنامج 863 في عام 2004 أطلقت آلة حفر أنفاق المترو محلية الصنع شانشينغ بنجاح في شينغهاي والتي يمكنها العمل في الطربة اللينة وفي عام 2008 أطلقت آلة الحفر الصينية مجموعة سكك حديد الصين رقم واحد بنجاح في خونان بعد إطلاق النموذج الأول وبدء تشغيله بنجاح احتاج تطوير الصناعة إلى نقطة تحول بعد المؤتمر الوطني الثامن عشر الحزب الشيوعي الصيني بدأت عملية بناء عدد كبير من مشاريع البنية التحتية زاد الطلب على جميع أنواع معدات البناء كما بلغ حجم الطلب على آلات حفر الأنفاق المئات كل عام إن كل آلة حفر تصمم بشكل منفصل طبقاً لاحتياجات المشروع الفعلي حيث تختلف المتطلبات باختلاف البيئة البيولوجية وفرق البناء لطالما كان تصميم رؤوس الحفر والقواطع أمراً مهماً لتوطين صناعة آلات الحفر هذا هو ثلاؤ جدينجي的滚刀 特別关键的是滚刀的刀圈 就是外面向上 它是绝境破炎的关键的一个零部件 原来质量好的滚刀的刀圈 都采用这个进口 يجب أن تتسم حلقة القطع عليها الجودة بمقطع المسننات المخدد بدرجة صلابة معينة كما يجب أن تتميز بالمتانة الكافية وتتمتع المنتجات بمعايير مرتفعة وهذا الأمر لا يتطلب البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا المتقدمة في حسب بل يشمل أيضاً البحث العلمي الأساسي بعد المؤتمر الثامن عشر للحزب الشعوعي الصيني أدرج بحث وتطوير التقنيات المتعلقة بآلات حفر الأنفاق ضمن الخطة 973 بالبرنامج الوطني للبحوث الأساسية في ظل تعزيز مشاريع البحث العلمي الوطنية تبذل الكليات والمعاهد جهوداً مضنية في أبحاث التكنولوجيا الأساسية بينما تطبق المؤسسات أحدث نتائج الأبحاث في المشاريع الفعلية تمتلك آلة حفر الأنفاق الواحدة مثل هذه التقنيات الأساسية والتي تتناولها مشاريع البحث العلمي الوطني وفي الوقت نفسه توفر سوق الهندسة الضخمة في الصين أفضل حقور الاختبار لبحث وتطوير التقنيات الرئيسية لآلات حفر الأنفاق في عام 2012 تمكنت آلات حفر الأنفاق محلية الصنع من العمل بنجاح بتكنولوجيا تشغيل الحفارات في طبقة الحصر رملية الغنية بالمياه في غرب الصين وفي عام 2014 نجحت آلات الحفر محلية الصنع من اختراق الجيولوجيا المعقدة لطبقات الأرض بجنوب الصين أما في عام 2017 في مشروع نقل مياه نهر صونخوا تمكنت آلة حفر الصخور الصلبة ذات القطر الأكبر في الصين آنذاك من إكمال عملها بنجاح تحت الماء لأول مرة في قاعة العرض هذا تختبئ كلمة سر التطور المستمر لتقنيات آلات الحفر الصينية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر